هشاشة شائعة الهشاشة شائعة ونتنبأ بأنها ستزود مع الوقت مع تقدم السن للناس فالإحصائيات المحلية غير موجودة ولكن في الولايات المتحدة يتجاوز المصابين بالهشاشة العشرة مليون شخص ومليونين منهم يصابون بكسور مختلفة نتيجة الهشاشة أكثر من نصف مليون من المصابين بالكسور الكسور تخص العامود الفقري ونطلق عليها الكسور انضغاطية للعامود الفقري هذه الكسور تسبب أعراض متعددة ووحدة منها طبعا الإنحناء التي قد تشوفها في بعض المسنين فهذا الإنحناء طبعا تشويه ولكن كذلك يسبب آلام قد تكون مزمنة لبعض المصابين وهذا موضوعنا بالنسبة للناس المصابين بكسور الهشاشة إذا الحلول البسيطة مثل المسكنات ما جابت نتيجة معهم قد تكون في حلول بديلة قبل الجراحة لأنهم في الماضي كانوا يثبتون الكسور هذه بمسامير وجراحة مفتوحة الآن ممكن تثبيت الكسر هذا بواسطة إبرة ونحقل مادة سائلة تتصلب وتثبت الكسر وفي المريض المثالي نسبة الاستجابة والتخفيف الأدم تتجاوز الثمانين بالمئة ترجمة نانسي قنقر